اشتركوا في القناة متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاه انا مدمناك ما اني عرف انك طريق اخره صراب لانا ادرى من حبك اخف ولا ادرى من حبك اخف ولا ادرى من حبك اخف ما اني عرف انك طريق اخره صراب لانا ادرى من حبك اخف ولا ادرى اعراض الانسحا انا مدمناك اشتركوا في القناة لنا أدرى من حبك أخف ولا أدى أعراض لانسحة المترجم للقناة المترجم للقناة يا حبيبك أستأتني من المرحب الليل كنت عايز أقولك أنك خلاص بايتي كويسة بس أنا دي هانم كانت نايمة قلت تسح الصبح تلاقيها في خضنك يا حسين ما فيها إلاك شو عم تحسن؟ روحي رجعت لي افهم زي ما كل الناس فهمت إنها مش شايفك زي ما انت شايفها ولا فكر أيامك اللي فات عليها عمري بحاله وإلا ما كانتش راحت ترمت في حضن الرجل اللي بتروح له الرجل؟ عاشق اللي بتقفل المحل كل يوم أربع وتروح له وترجع من عنده موردة ومزهزه بس بتمنى عليك أنت ورايح على القاهرة عشغلك الجديد ما تنسينا أنا وناتزاهم عايد أدام وقرد كنام تلسة حتى ما فيش عرض رسمي أنا أصلا مش عارف لو عايز أرجع القاهرة أو لا خذ القرار اللي برايحك بس ما تنسى تخبرني عنه لحذر حالي لتغيير له جديد حضرتك عايز تتجوز مين بالزمد واحدة طيبة كانت شغالة في القوتيل في قسم ترتيب الغرف إنما سدييني يا نبيلة ليه؟ ليه توصل لكده ليه؟ لو مصمم تتجوز أنا متأكدة إن فيه ألف وحدة تتمنىك أنا موحدة مننا زينا ما؟ مش خدمت لغيك تقوم حضرتك تصدق وتجري وراها وتوصل مع أهل الجواز أنا فاكير كمان جيب كم غرض للقوضة بدير التبال تسير قوضية نادية لأنه الطانت كانت عم بتقليه ونحنا هونيك إنه لازم نادية تبليش تنام لحاله تهاني لسه شوية أنا قصدي نادية لسه صغيرة ما تستعجريش تفسري عنك فيه فارقة بين اللي عايزين نعمله ولا المفروض نعمله المشكلة لما يبقى له اثنين صعبين لا أنت عارفت تطول أن أنت عايشة فترتاح أو تقبل بالمفروض فترضى فتفتل تحاول الكلام ده عزيم يا فريد إحنا لازم نحاول إحنا مين؟ كل حد فينا شاي اللهم وفي اللي مكفي فلا شبعا نزودهم ومنع الناس أنا كمان سعاد كتير بفوتركني بس عايز الحد مهما كانت الحاجات دي مهمة أو صغيرة أو طفعة لما بنحكيها الحد بنرتاح بسكنت لما بتشاركيها مع الورق بترتاحي فلا بيرك لما بتشاركيها مع الانسن فلا مهتم يسمعك رحيتك حتى بفجيره خاطر تبصري برتباطية على جنب وفلاي نامي انت رسع أيمان عائر حاضر بس يمكن كرمي لها كذلك حاسة أنه بدأ عمي كل شي بنفس الوقت أيماني هيا كتير بس قسمك ما حتى قيرتها أخذت الدماء؟ ايه ما تقلق شفت شو صار مع نبيلا وانا مريضة؟ ايه؟ تتخيل اجهاء عريس ووافقت عليه؟ ايه؟ يعني أنا ما عم صدق أنه نبيلا أخيرا وفايت على حدا بتعرف شو أحسن الشي بالتعب اللي حصولي؟ معقول في حاجة كويسة بالتعب اه حكتي أول شي حسيت أنه التعب قربنا لبعض شفت كيف كنت عم تهتم فيها طول الوقت بالرغم من الزع اللي صار بياناتنا قبل بس حسيتك عم تهتم فيها مش بس لأنك دكتور أكيد أنا أفعل أن كنت خايف والآن عليك وفي حالة نالتعوذي تنام بايد عني على قدر ما قلب بيوجاني أنه ليس بسمعها تتنفس وهي نايمة على قدر ما بعرف أنه هذا الشيء أحسن لأله وإله وصار من غير مانقصود ما عندك حق مش كل التعب وحيش طيب أنا أهلكت رح فوت نايم ونحكي بكرة تسبع على خير ونحكي بكرة ونحكي بكرة موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ولو زي ما قلت في الاول انا مكنتش عارفك بس انا دبقتي عارف انت جاي على البلد ليه وجايز الموضوع ما كنتش المفروض اعرفه بس ده حصل صدفة الجليلة هي اللي حكتلي كانت الان عليك بزعليش منها بصراحة انا اللي شايف انت مش مطمنة وخايفة احنا ممكن نروح للقاسم نعمل اللازم اللي طمنك عشان بفيش حدي زيك انا مش عايز حاجة ترجعني لللي فات من يوم ما جيت هنا او انا بديت صفحة جديدة لا بحاول افتكر الماضي ولا هتكلم فيه انا متشكرة خالف مش محتاك تشكريني عشان تغيري الموضوع لا ابدا اصله جاي في وقته و الدنيا برادت فعل المهم يكون عايق بيدي انا لما رقيت ان الشهر التاني في البيت قلت بزوقي مش عين بك لا والله يمنقصت التاني ده كان بتاع حضرتك وكنت لازم ارجعه انما انا عندي حاجة بتاع حضرتك انا مش عارف ازاي لحد الوقت من السا مرقعتهاش انا اسفة انا لازم اروح اشوف الترابيزة الهينك اصلي ما دم صفحة مش موجودة وانا اللي شايلة كل حاجة الواحدة عنيزك جميلة وانا يلزء مرتفع ani وانا yet vi يمكن لزواجه اشتركوا في القناة هل تتلاقى الأرواح المعذبة؟ هل توجد لغة خفية بينهم؟ تجعل صمتهم يحمل من المعاني أكثر مما يحمله الكلام؟ قد تجد نفسك في حديث لا ينقطع مع أحدهم دون أن تنطق بشيء وأحيانا يتحدث لسانك بسعادة تكذبها روحك أو تتحدث مع من أمامك بارتياح تدرك أنه يخفي وراءه روحا تكاد تختنق من فرط الحزن تستغيث روحك المعذبة بتلك الروح الحزينة يتسندان سويا على ضعفهما وهشاشتهما يستمدان قوتهما من تلاقيهما الذي لا يوجد له سبب أو مبرر غير أنه ثمة لغة تجمع ما بين الأرواح المعذبة تفضل الشكل اللي جيت أعطلتك عن حاجر لا يا عبد الما تفضل يا دكتور لا أنا مش جيت ضعيف وبعدين أنت اللي قريب هتبقى ضعيف هنا في المستشفى تقدر تنقل مصر إمتى؟ مساء الخير مساء النور تفك أنا كويس عشان شفته لو أقولك أنا تعلقت بها دي وهي كمان تعلقت فيك عن جد يا كريمة بدأت شكرك على كل شي عملتي أنا لو ينفع عط معي أربعة شين ساوات أخر عبد الله السلامة يا عيد نغسر ما حال بي نش كان لسه فيه طرابستين محاسبين وقايمين مش مهم حلوة قوي كده قفلي النهاردة بدري أسا أنا عديتها حسوب وجبت جنبري تعالوا أنتوا الاتنين ورايا على المربخ هعمل لكم صانية جنبري زي اللي ماما كان بتعملها ده أنا كنت لسه أستأذن حذرتك لو ينفعهم شي بدري يلا ها رامتك بخي بيك فستان رح يتوصخ او إياني حتى لو توصخ كن آخي اللبسة سيبقى توصخ وانا بعمل حاجة بحبها افتح يا كريمة لا مش بنفس اليوم معي البنات مخسر كريمة لا أنا ما بشربش أشرب بدلكم نوليني بصلا وإحنا هنتأخر أصلا راح أقبل جليلا شم رحتو شم رحتو ديري بينك خير خير كل اللي بييجي من البحر خير شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 موسيقى موسيقى ما تخافيش يا كريمان أنا علي أنا مش قادر أصدق اللي بسمعه منك ده أنت يا كريمان تعملي كل ده؟ أعمل أنا اللي عملت يا علي ولا الدنيا اللي عملت في أنا وبنتي؟ دنيا دي كنت اللي اخترتها بنافسك وما قررت تتجوز إسماعيل ويومها قلتلك بلاش لكن أنت ركبت دماغك وتتجوزتين وانت كان عجبك قوي عشتي مع أبويا؟ قلتلك مشي معي وسبيه لكن أنت كنت عايزة تطلع من عمده على الأحسن أمشي معك إزاي وإنت أصلاً ما كنتش عارف أنت رايح على فين؟ وعادتك في بتابوكي حفظت عليك يا قوي ما أنت في الآخر روحت الواحد كسر عينيك وزال لنفسك؟ وبعد ما تجوزتيني وشفت معدانه وأزيته بعينك جيت لك تاني وقلتلك سيب الدمية كلها وامشي معايها واخدك انتي وبنتك واشيلكم في عيني وعلكفوف الراحة رفضتي لأن طول عمرك اللي في دماغك ما حدش يقدر يعرفه علي أنا فيها اللي مكفئين أنا قاهرتي على بنتي مفيش حد في الدنيا دي كلها حاسس بيها فلو أنت مش هتساعدني هلأ قل ما تلومنيش وتزودها بي تتجننت يا كريمان طبعاً حساعدك بس يقوليه لي إزاي؟ أنا محتاجة فلوس أنا لقيت حدها يعرف يعمل ليه بس بور بس الفلوس اللي معي مش من كافية وكمان محتاجة أمان التذكرة انتي كده بتعرضي لنفسك لخطر أكبر خطر أهول من الموت اللي أنا بموتها كل يوم ونا مش عارفة هي عايشة فيه وعملاي هو أنت فاكرة بارس دي حارة ولا حي هتنزلي من المركب هناك وتفتلي الشوارع لحد ما تلاقيها شورش كده حط بس رجلي على المركب ويبقى حلها ألف حلها أنا عارفة إن أنا بش عيلك حمل أنت فغين عنه خدي دول لحد ما أجيب لك مبلغ أكبر دول ولا حاجة بس كي المهمة المبلغ اللي أنتي محتاجة له كامل موسيقى 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 أنا محتاجة أتكلم مع حضرتك يا بابا مالك يا نبيل أنت كويسة ما تقلقش يا بابا المفروض اللي هقوله لحضرتك ده يكون خبر سعيد أنا نفسي كان المفروض أبقى سعيدة بي جما معلش هو أجي في الوقت الغلط مش حسب فرحته أبدا لو أحز الخطبة جبت لي عايز شاف صواري سأل عني أمامتو عايزة تيجي تزورنا بس أنا وردت شوافق لحد ما حضرتك تعرف الأول أشان أنت اللي توافق مش أنا أنا لو علي عمري ما هعرف أقول لحد ياخدك مني أبدا وأنا كمان مش أدري أخلي أي حد ياخدك مني أخلي أخلي نفسي اتمنى تكون مفجأة حلوة اكيد اتمنى تكون مفجأة وكذلك ان الدنيا خلتنا امرض وكذلك انفسي العلاجة واريب منك تعشيت او بدك حددلك العشاء تتابع نفسك لا ما في طعب الا ازا مستعجل عن نومة موسيقى موسيقى تسا قلتي تسا قلتي لا اصدق انا اصدقتنا عند زيان امي اتكرم الازع ديتل غراد كلهم يومين وكلشي بيترتب بالزيت ان انا اتحل لمشكلتنا وكن بدى اي اخيك فيها بس اصحا موسيقى موسيقى ماذا؟ أنه لا يوجد أحد يساعدني في البيت أما أنت رأيتي بنت جديدة؟ لا، ليس جديدة أما لا يوجد أي خير يا رجد؟ لا، لكن كنت أفكر لماذا لا نوظيف كريمة عنه؟ يا عائدة كريمة والشغالة هي فقط تنقذ موقف و أنت عينة لكن أنا ليس بحاجة لشغالة أنا أساساً أحب شغل المطبخ وللتنظيف فيها أجيب واحدة مرة أو مرتين بالجمعة تجي تنظيف أنا بس بدأ أحدا يقعد معنادي و يهتم فيها مش عارف مش متأكد أن دي فجرة كويسة؟ ليش لا؟ لأننا دلوقتي محتاجين نفكر في موضوع النقر لمصر لو أننا لا نقوم بإمكانك نفكر فيها و إذا أردنا فيها ما نأتي بشكل حاجة و إذا أردنا فيها ما نكمل و بعدين من أنت أنها ستوافع تسيب شغالها و تعمل كده إذا أمنا لها راتب منيح أتخيل أنها تقبل كريمة طيبة و مثل ما تقوله و أريد أن تتعيش كريمة طيبة كريمة طيبة أمرتك أمرتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معلش مليش حظة افتر معكم النهاردة فيه ترابيزة الرابط تخلص واكيد هتطلب الحسان بنا ياسف مش حاضر استني عندي عملية وجازمة تحضيرات كتير طيب ممكن تستنيني لحظة من فضلك اشتركوا في القناة 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 لانسحا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة